اهلا وسهلا يا حج اهلا وسهلا مع الباش ربنا يكرمك يا رب خضرتك قل لي قل لي يا حج منصور ايه هي الاجراءات التي بتاخدها انت لو عندك ارض او شارع ارض صحراوية او تبر وعايز ومعاك الاعد الاخضر وتسجلها اه دكتور سيد اه معاك الحج حسين عبد الرحمن نقيب الفلعي طبعا يا فندم اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا فندم دلوقت الاجراءات اللي كانت بتتداخد في الاول ان انا لو خدت عجل ابتداي بروح لآآ الشهر العقاري ما كانش بيرضى يسجل كله بنروح لمحامي يعمل صحة توقيع صحة التوقيع ده تقعد لها ثلاث اربعة شهر عشان ياخد صحة التوقيع عشان نعرف نتاخد اه الاجراءات بك كده ايه الاجراء اللي كان بيتاخد في الغالب اه دلوقتي احنا القرارات الجديدة دلوقتي صوت اللي هو يسجل اه العجل الابتداي اه يعني انا فيه رأيي الشخصي ان ده يسهل كتير فيه عمليات البيع اه والشراء اللي كانت بتحصل كانت بتاخد وقت طويل اه مع صحة التوقيع يعني انت دلوقتي المسألة بقت متيصرة يا حج حسين هو دلوقتي الغالب النهاردة يعني انا ما شفتش حد عمل على الصنون جديد لكن على زي ما اريد كده وهيبقى في الشهر العقاري هيبقى ايسر لان احنا دلوقتي بس ممكن يحصل فيها اه شوية مشاكل لان انا دلوقتي العجل اللي ابتداي دلوقتي لو رأت الشهر العقاري وسجلته بالامضة اللامضة دي اللازم المفروض الشخصين يبقى مجدين على انساس ان انا لو سجلت عقد يا حج حسين انا بتكلم انا واحد دوح تشتريت ارض صحراوية او ارض من عندك وعايز اخد العقد الاخضر انا عايز البروسيس او الاجراءات او العمليات الخطوات اللي بتتم الحد ما سجل وابقى معايا العقد الاخضر هو لو ارض سعدتك لها اساس في الدولة تبقى الموضوع سهل يعني لو هي دلوقتي ارض محيزة تبع جهة معينة بيروح للجهة ويتلزل بعض وبياخد العقد الاخضر من الجهة نفسها لكن اللي اللي بيكلم عليه اللي هو الارض اساسا اللي هي الارض وضع اليد او اللي هي البيع والشرة اللي بيحصل فيه الاراضي العادية كده يعني بورق عادي من غير الموضوع اللي ما تبقى مع الدولة لما عشان اوصل للعقد الاخضر لو الارض دي محيزة فعليا وتبقى مثلا لوزارة الزراعة انا دلوقتي بروح الجمعية الزراعية باخد العقد الابتداي وبروح انا والطرف التاني وبنتزل في الجرعية الزراعية بينجل الحيازة بعد ما ينجل الحيازة خلاص بقت الارض بتاعته بياخد العقد اه يعني اعتبر العقد خلاص اه منتهي لان الحيازة هل العقد اللي بياخده من الجمعية بمسابة عقد اخضر لا عن القانون اللي حيازة لتاعته السنة بلكية لازم ياخد عج مسجل من في الشهر العقاري اشكرك شكرا جزيلا انا حج حسين ليه احنا اثارنا الموضوع ده خلينا نتكلم كلام نقعد نجيب كلام نظري انا عايز بقى ناس يقولولي التجربة بتاعتها وانا في ظني وهبما يكون هذا الظن خطأ احنا بلات عظيم سلام يا دولة تفضلي انما من حق المواطن انه مايفضلش قاعد يجري يوم والتاني والتالت وروح الموظف في الشهر العقاري وياشهر وفي جريدة رسمية ويعملها يا جماعة الكلام ده يا جماعة لا احنا في عشين واحد وعشرين احنا في ناس بتتكلم عن المريخ دلوقت يا جماعة ناس بتتكلم عن المريخ واسوات عن المريخ ماينفعش والله كل التخدير لوزارة العدل اللي يسرت شوية بس محتاجين تيسير اكتر واكتر واكتر ليس في الشهر العقاري ولكن عايزين ننسي في الروتين القديم ده كله لتيسير الحياة على الناس لتيسير الحياة على الناس الناس حالتها اساسا في عصر واحنا عايزين نيسر وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا واختار ايسر هما فتعالوا نيسر على الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى ليسر علينا كلنا من امريكا على التليفون نيورك معايا الدكتور خشونة الرجبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية النهاردة احنا بنقول ان خشونة الرجبتين مراحلها الاولى التانية التالتة مراحل سهلة التعامل معها البلازمة الغنية بالصفاحة الدموية بتعيد بناء الغضروف يكفي ان المريض يقفهم ان هو ما عندوش حاجة خطر يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج انت مش هتخسر حاجة ولا فيه اي نوع من التعرض لأي خطورة الناس مش متخيلة النتيجة البلازمة بتلعود مع الناس سنين لانها بنت الغضروف